فبريطانية بتقول إن الأكل طول ما نباكله قدامي ساعة أو تايم فاكتور معين ده لوحده ممكن يكون عامل لتقليل الوزن فهذا هو طبعا دي ثقافة يمكن مش موجودة عندنا في الوطن العربي قالوا فده أنا عايز أسأل حياتك ده أول بوينت عاوزين ننقشها هو المطلوب كمية الأكل ولا وقت الأكل الاتنين مع بعض يعني احنا نقول دايما العلم التغذية ببساطة شدة جدا هو علم العاش يعني الأنسجة الحية بتاعت جسم الإنسان سواء أنسجة أو سواء أعضاء أعضاء هامة جدا زي الكبد وزي المخ وزي القلب بتعتمد بشكل أساس وشكل كبير جدا على مصادر التغذية للإنسان الأعضاء دي أو الأنسجة الهامة جدا في جسم الإنسان دي محتاجة يعني مثلا المخ بيستهلك سكر دمه كل ساعتين فأنا مثلا لو شخص ما باكلش طول اليوم وباكل مرة واحدة بس بالتالي مصادر التغذية للمخ وخاصة لو أنا شخص سينكينج أو بفكر مهندس حتى طبيب وطفر التخصص ببقى محتاج تغذية على طول الوقت احنا نقول دايما معدل 3 ل4 ساعات المفروض فيه مصدر تغذية بيدخل لجسم الإنسان فالعملين مهمين جدا توقيت الأكل وكمية الأكل يعني أنا نقول دايما التوقيتات أو الموعيد بتاعت الأكل بتحدد حاجات كتير جدا يعني هقول لحيك مثال بسيط الناس مثلا بعد فترة نوم من 5 ل6 ساعات اللي بيصح نسم منهم ما بيفطرش المفروض ربنا سبحانه وتعالى يعني عدل جسم البشر إن المفروض في بداية اليوم أنا باخد مصدر الطاقة أو مصدر لعاشة إذا ما خدتش تغذية لأيه بنقول دايما واجبة الفطار ويمكن كلمنا كتير جدا أنا أهميت واجبة الفطار سواء للصغار أو للكبار أو حتى للمسنين الناس دايما بيتغفلوا أو بيهملوا ويقول لك أنا ماليش نفس أو أو بنقول دايما لو واحد أهمل واجبة الفطار في بداية اليوم فهو عنده مصدر لعاشة أو النورش منت أو تغذية الجسم ومش موجود وبالتالي كل وظائف الحقيقة بتاعته هتقل وبالتالي الجسم بتحول لوسيلة الحماية أو اللي هو يعني بنسميه استراتيجي تو أو الطريقة التانية أنه يحافظ على نفسه وبالتالي بيبتدي حتى لو شخص عايز يتخلص من الدون يحافظ على الدون دي ويدعمه ويقويه فإحنا بنقول دايما توقيت الأكل مهم جدا الموعيد حتى ليه بين الواجبات محمد زي الناس ما متعودة؟ يعني حدثك ذكرت لا ده أنا محتاج أربعة من كل أبع ساعات خمس وجبات خمس وجبات هم متعودين أكل ثلاث مرات في اليوم؟ لا لا خمس وجبات إحنا بنقول دايما خمس وجبات ده للأصحاء وللمرضى ولكل الأعمار السنية خمس وجبات في اليوم؟ فطار وغدا وعاشة ولكن طبعا لها شروط يعني خمس وجبات ما نفعش مثلا ناكل كبسة باللحم بقى خمس والمرات في اليوم إحنا بنقول دايما احنا بنقول دايما الفكهة أو الخضار بيبقى دي هي الوجبات الخفيفة أو السناكس بدل المعجنات مثلا يعني فاشنا ناخد ميني بيتز مثلا بين الوجبات وقول كده أنا ماشي على كلام الدكتور وبقى خمس وجبات في اليوم نقول دايما وجبات صغيرة وكتيرة ومحددة خلال اليوم نرجع بالتفصيل الوجبات أو الخمس وجبات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة